قصة اكتشاف أهم لغة أثرية في العالم اللغة الوحيدة اللي تسمت باسم دولة لغة المصريات جاءت من حجر رشيد الحجر ده اتوجد في هذا المكان أبطالها ثلاثة ملك وبنة وجندي الملك هو بطليموس الخامس بطليموس الخامس شكروا الكهنة كهنة منثب التحديد على أنه هو ألغى الضرائب عنهم فأرسلوا رسالة عبارة عن حجر والحذر ده كتب بيقال أنه هو كتب تصنى الحجر وبيقال أنه هو كتب في محافظة الشرقية ويتوذع في أنحاء البنة نسخة منه واحدة استلمها بنة البنة ده أخذ هذا الجزء وبنى بيه قلعة قيد باي في عهد السلطان قيد باي في عهد الممليك في هذا العهد تم وضع هذه النسخة من هذا الحجر في هذا المكان أما الجندي فهو بيير فرانسوا بوشار الجندي الفرنسي اللي أتى هنا أثناء الحملة الفرنسية في قلعة سميت بقلعة سان جوليان بعدما تغير اسمها من قلعة قيد باي هذا الجندي وجد حجر غريب داخل هذا البرج البرج الجنوب الغربي هذه القلعة ولم يفهم طلاصم هذا الحجر فأرسلوا إلى القاهرة والتي ظل بها حتى أتى من احتلال البريطاني فأخذ هذا الحجر إلى المتحف البريطاني ظلت نسخة من القاهرة وأرسلت إلى العاصمة باريس وظلت هذه النسخة في باريس حتى عام 1817 عندما بدأ العالم الفرنسي شامبليون فوق طلاصم هذه النسخة حتى اكتشفها أو اكتشف ملامحها في عام 1822 وأسس علم المصريين هذه نسخة مقلدة من هذا الحجر حجر رشيد بينما توجد النسخة القصدية داخل أرواق المتحف البريطاني